السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال فيديو جديد ويوم جديد والنهاردة الفيديو مختلف شوية لعشاء البط حباب اللي بيسألوني عن تربيط البط يا جماعة انا النهاردة ان شاء الله هقول لكم شوية معلومات كده عن تربيط البط وعن البط لو في بط رأد عندكم ومش عايزين تنيموها في المكان اللي هي بتبيض فيه هل هينفع اننا نقلها من مكانها ده وحطها في مكان تاني تابعوني وهقول لكم ايه الحاجات اللي بتعملوها او الحاجات اللي هتعملوها علشان تنقلوها من مكانها ده وتحطها في مكان تاني وعشان تحافظوا على البط وهي نايمة برضو لان في حباب يسألوني قالوا لي المكان اللي احنا حطين فيه البط فيه فيه فيران فنحافظ على البط ازاي ونخليش الفران ييجي جنب البط ازاي هقول لكم برضو نصايح امي ونصايح ستي في المواضيع دي الناس القديمة طبعا مفيش زيها والناس دي طبعا هم جربين وعملين الحاجات دي قابلينها بكتير فتابعوين لآخر فيديو ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد أنزله طيب إيه اللي انت بتعمليه ده وإيه اللي بتلمين من الأرض ركزوا جماعة وشوفوا ده إيه ده بصوا الرماد بتاع النار الرماد بتاع النار لو عندكم فرن بلدي ما عندكمش فرن الرماد اللي بيبقى ده يعني فيه كان فيه هنا كنا مولعين في شجر وحاجات فده الرماد بتاعه الرماد اللي بيبقى عامل من النار ماشي هاخده كده هجمع شوية وهقول لكم دلوقتي هعمل بهم إيه بص ياريت تركزوا في الفيديو انتوا قاعدين كده صالوا على الرسول واخبطوا لايك طيب الرماد ده يا جماعة هعمل بيه الرماد ده هحط له مكون مهم دلوقتي مهم جدا علشان أبعد اسمه إيه ده الفار عن البطة خالص وعن بيض البطة نهائيا حتى لو انتم ما عندكمش برضو في المكان فيران اعملوا الخطوة دي برضو مهمة جدا يعني أمي بتقولي دايما هي بتعمل الخطوة دي فيش أي حاجة بتيجي جنب البيت خالص لفيران بقى ولا عرس ولا الحاجات المتطفلة اللي احنا عارفينها طيب إيه اللي انت حط دي دلوقتي دي شطة ولازم الشطة تبقى حامية يا جماعة بحط معلقتين كده وبقلمهم مع الرماد كويس جدا وهبتدي دلوقتي أفرش بهم المكان اللي أنا هحط فيه البيت طيب هتنقل البيت وبعد ما البطة خلصت لا طبعا مش بعد ما البطة خلصت تركزوا معي وهقول لكم دلوقتي أنا هنقل البيت امتى تمام؟ دلوقتي بقى أنا معايا لستر طبعا كلكم أو أغلبكم إلا بقى اللي هو دخل جديد اللي مش عارف بقى لستر تابعوا الفيديوهات اللي فاتوا هتعرفوا ايه هو لستر لستر دي جماعة من أحسن وأفضل المنتجات اللي جربتها فعلا وبتقضي على النمل نهائيا طبعا عشان أضمن إن ما فيش أي نمل في المكان برش لستر بالشكل ده حوالين العشة اللي أنا هحط فيها البطة أول حاجة عملتها نظفت العشة كويس جدا وهبتدي أرشها أرشها لستر كلها من جوة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في الأرضية وفي الأركان ومن برا الأوضة وبعد كده هاجي أفرشها الرمدة في الأرضية برضو كلها وحوالين المكان طيب ركزوا عشان أنا عملت حاجة دلوقتي وهغيرها تاني يعني أنا بصوا عملت زي واكر كده للبطة بالطوب بس هغيره لسبب الآن لو ركزتوا وشفتوا دلوقتي البطة نايمة فين البطة نايمة أنا حط لها كويس كده هي بتبيض فيها أنا دلوقتي بشوف البيض ببتدي أشوف البيض بيضة بيضة بشوفه معرق ولا لسه مش معرق طبعا البيض لسه هي بيضة ما كملتش خطوة مهمة جدا واساسية قبل ما أنقل البطة لما جي أنقل البطة يعني البطة تبقى منحلة ريش زي ما انتوا شايفين كده بتدى تنحلي ريش اهو crisp الريش بتاعه دا اللي أنا بقول لكم علي يا جماعة دا الريش بتاع البطة اللي هي بتبقى منحلة مهم ان انا شيل الريش ده معايا وانا بنقل في البطة دي نقطة النقطة الاساسية بقى والمهم ان انا قبل ما البطة تخلص اه يعني بصوا مسلا يبقى قعد لها بيضة او بطين هي اول قبل ما بتخلص بتبتدي تنحل الريش بالشكل ده تمام فبعرف ان هي خلاص قرى بتتخلص اه بيض تمام ببتدي بقى ايه وبشوفها يعني لسها وبشوفها فيها بيضة انا متأكدة ان هي لسه فيها بيضة فببتدي انقلها من مكانها يبقى فيها بيضة او بطين بيك كتير خالص تمام ببتدي بقى ايه انقلها البيض زي ما شفتوا هونين كده شلت البيض وشلت معاه البطة وهو الريش بتاعها هحطه حوالين البيض زي ما كان بالزبط بس انا هنا غلطت غلطة ومش عايزكم ان تقعوا فيها عملت هي كانت زي ما قلت لكم حتى انا حتى كويتش بتاع عربية كده اه هي كانت بتبيض في حتى هو لو فيه تبني وكان بتبيض فيه فانا نقلت البيض وهو ما نقلتش الكويتش فهي هنا دلوقتي هتشوفه مش هتردت نمع على البيض لان هي مستغربة البيض الريش بتاعها ريشها وفيه رحتها وفيه كل حاجة كل حاجة بس المكان مش زي ما هي كانت بيضة او مش ما هي قلها المكان زي ما كانت هي ايه بيضة في المكان الاديم فهي مش هتردت نمع على البيض فانا هعمل حركة كده يعني حلوة خculosisة كيفdas تبني برضو وهبتدي بقى رص البيض وهعمل نفس الدايرة ونفس الريش بتاعها اللي هي كانت منحلات ده برضو هرصه بالطريقة دي وهي هتيجي برضو ان شاء الله تنام على البيض فبصوا دلوقتي ركزوا بقى معي بصوا واقفة بعيد ازاي مش عايزة تنام على البيض ومش هتنام على البيض هتمنع ان هي هتنام على البيض فانا طبعا مش هضحي بالبيض لان الجو برد فانا مغطيها هنا حط عليه الريش بتاع البطة نفسها بحيس ان هي حتى لو ما نميتش لاني مش هتنام عليه وارد جدا على فكرة ان هي لسه ما كملتش بيض فقلت حتى لو كده البيض برضو ما يبردش ومغطيت برضو الباب بتاع العيشة دي بالخيشة اللي انت هتشوفوها دلوقتي تمام هو على فكرة مش مشكلة ان هي تستقر او ما تستقرش وممكن يعني الوارد ان هي مش هتستقر لان هي لسه فيها بيض يعني مش هتنام على البيض بس انا برضو حبيت ان هي يعني ان انا هيا لها الجو المناسب او الجو زي نفس الكويتشة ونفس الريحة ونفس كل حاجة فجبت لها الكويتش اللي كانت بتبض فيها وحطتها لها في العشة دي علشان يبقى بصوا مهيقالها كل حاجة وجيت بقى لقيتها ايه لسه فيها بيضة يعني انا شفتها لقيت لسه فيها بيضة فخدتها حطتها ايه مع الدكر الكلام ده كان الصبح يعني هي ساعة ما انا حطتها في العشة دي كان فيها بيضة بضتها وجيت خدتها بقى الصبح وحطتها مع الدكر كان فيها بيضة. فحطتها مع الدكر وجبتها اخر النهار كانت البيضة نزلت تحت. يعني انا ببقى عارفة ان هي البيضة لسه لجوه. لسه قدامها شوية قدامها ساعات. وتتباط. بس لازم تتلقح. فحطتها مع الدكر. وبعد كده جبتها بقى بالليل علشان تبيض البيضة هنا. تاني يوم الصبح لقيت فيها بيضة. حطتها برضو ايه? مع الدكر. وسبتها. جيت بعد كده بقى شفتها. لقيت ما فيهاش بيض خالص. لا قريب ولا بعيد. فقلت هي البطة خلاص على كده كملت آآ بيض ومش هتبيض تاني خالص. وفعلا ده اللي حصل شفتها بعد كده. لقيت ما فيهاش بيض فلما هي خلصت بيض ابتدت بقى لوحدها تدخل تنام على البيض وتستقر زي ما انتم شايفينها. فمن هنا او من كده يا جماعة نفهم حاجة معينة. ان البطة لو عايزينها تنام على البيض في مكان غير المكان اللي هي بتبيض فيه. يعني مكان يبقى مستقر بعيدة عن عن الطيور وآآ برضو عن الحاجات اللي هي تقلق رحيتها بمعنى اصح وممكن الطيور تخليها من كتر ما يقوموها ويبدي ممكن آآ في فراخ تبيض جنبها وكده فممكن يقوموها من على البيض. لو احنا عايزينها تستقر وتتبت مكانها كده يبقى ننقلها وهي لسه فيها بطين او بيضة بالكتير. تمام كده? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لو حسينكم استفدتم الفيديو وله بمعلومة بسيطة يا ريت تشيروا الفيديو لاي حد تحسن هو هيستفاد منه ويا ريت ما تنسيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس لو عايزين فيديوهات تاني عن البط اكتبلي تحت في التعليقات.